اهلا بكم في موجز الاخبار قتل قيادي في ميليشيا الحوثي بكمين نفذه مسلحون موالون للجماعة في محافظة البيضاء كذا مصدر محلي لقناة بالقسن قائد ما يسمى الأمن الوقائي بالبيضاء هادي قسمة قتل في كمين نفذته عناصر حوثية أخرى على طريق الرابط بين مديرية السوادية ورداع أضف أن الكمين أعقبته اشتباكات بين مرافقي قسمة والعناصر المنفذة ما أدى إلى سقوط قتل وجرح من الطرفين دون معرفة العدد على صعيد المنفصل أكدت الخطوط الجوية اليمنية استيناف رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن ابتداء من الثلاثاء المقبل بواقع ست رحلات في الأسبوع وأكد نائب المدير العام للشؤون التجارية في شركة محسن حيدرة أكد حرص قيادة طيران اليمنية على تسهيل نقل المسافرين من وإلى جميع المطارات اليمنية دون استثناء وكانت شركة اليمنية علقت كافة رحلاتها مطلع أكتوبر الجاري احتجاجا على استمرار حضر الحوثيين أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تجاوز 80 مليون دولار كشف البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام عن توثيق أكثر من عشرة ألاف ضحية مدنية جراء حبادة انفجار الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المحافظات التي اشتاحتها وذكر رئيس البرنامج العميد ركن أمين العقيل في مقابلة تلفزيونية أن العدد الحقيقي للضحايا أكثر مما تم رصده مشيرا إلى أن الحصيلة المعلنة تمثل الأشخاص الذين تم تمكن من الوصول إليهم العقيل يتهم البرنامج الإلمائي التابع للأمم المتحدة بعدم شفافية في خطة الاستجابة الطارئة منذ العام 2016 وفي شأن الإنساني حذرت شبكة دولية من فقدان أو خفض المساعدات الغذائية لأربعة ملايين وأربعمائة ألف شخص من المحتاجين في اليمن خلال الأشهر القادمة جراء تقليص برنامج الغذاء العالمي تدخلاته منذ سبتمبر الماضي وأوضحت شركة أو شبكة نظام الإندار المبكر بالمجاعة أوضحت في تقليل لها أن التخفيضات المستمرة في المساعدات الإنسانية بسبب النقص اللحاد في التمويل ستؤدي إلى استمرار حالة عدم الأمن الغذائي حيث ستواجه خمس الأسر باليمن فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة نزوح ألف ومائتي أسر خلال الربع الثالث من العام الجاري وأشرت في تقرير لها إلى أن هذه الأسر تمثل ستة ألاف وخمسمائة شخص قدموا من تسع عشرة محافظة واستقروا في عشر محافظات وبينت أن أسباب النزوح تتمثل في صراع المسلح والبحث عن فرص عمل إضافة إلى انتهاكات والملاحقات مؤكدة أن إجمال النازحين أكثر بكثير من ذلك تهى الموجز في أمان الله